يقول والدة تسوي غسيل بريتوني هذا الغسيل يفطر لكنها رافض أنها تفطر بعد رمضان فهل يلزمها القضاء والإطعام إن كان الدم يدخل معه أشياء مقويات وكذا فهو يفطر غسيل الكلا أما إذا كان لا يدخل معه أشياء مقويات فإنه لا يفطر ويعتبر صومها صحيح وأيضا يعتمد على هذا مسألة القضاء أو عدم القضاء